استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الوضع العالمي للأمن الغذائي في ضوء الأزمة الأوكرانية وخلال تقرير معلوماتي بعنوان الأمن الغذائي في مصر في ضوء الأزمة الأوكرانية أشار المركز إلى تقدرات برنامج الأغذية العالمية الذي يشير إلى أنه في غضون عامين فقط تضعف عدد الأشخاص حول العالم الذين يعانون من العدام للأمن الغذائي الشديد من 135 مليون شخص قبل جأحة كورونا إلى 276 مليون شخص في بداية عام 2022 كما صلط الضوء على الوضع الرهل لسوق القمح العالمي وفقا لبعنات تقرير وزارة الزراعات الأمريكية والتي كشفت عن بلغ الكمية المنتجة من القمح عالميا